موسيقى النحط هو موضوع بلوك نوت لليوم معرضنا هو لميشيل باسبوس ومعنا السيد أنا شار باسبوس صباح الخير صباح النوت حضرتك نجلو لميشيل باسبوس ولما منقول باسبوس الناس دغري بتعرف عن شو عم نحكي الناس دغري بتعرف انه عم نحكي عن رشانة عن الأخوة ثلاثة أخوة باسبوس اللي بالفعل لليوم فانه بعضهم عم يتجدد فينا ومش بس عم يتجدد مع أولادهم لأن حضرتك أيضا نحات إنما عم يتجدد لأن كل يوم عم نشوف شي جديد وكل يوم فينا نلاقي شي جديد بهالمنحوتات اللي عمره عشرات أسنين صحيح ومن شان هيك في معرض ميشيل باسبوس السنة أي متوين أول شي أول شي بحب أقول أنه هيدا أول معرض من عشرين سنة لميشيل لحد يتهلق العالم من عشرين سنة إلى هلأ اللي بتحب أعماله عم تطلع كانت على رشانة تزوء تزور اللي ما بيعرف رشانة أكيد سامع عنا المنحوتات يلي بالهواء الطلق بالجنينات وبالطبيعة والطرقات وطبعا بالصلاة الداخلية من عشرين سنة هالأعمال ما طلعت من رشانة ومثل ما منعرف دايما أنه المنحوطة حيالة قطعة حتى أوقات قطعة ما بالطاولة وقت اللي بتغيري لها محلة بترجع بتكتشفيها من جديد حيالة شي بيقعد بمحله فترة زمنية طويلة بيبطل العين تشوفه بيصير أخي ما عندكار بيصير عينك معاودة عليه لدرجة أنك ما بقى تلاحظي حتى نحن منلاحظها بجنينة عندنا إذا مننقلوا مترين ثلاثة للمنحوطة بتصير عندها تجدد تجدد ففكرة هالأوماج هالتكريم لميشيل هالنحات يلي طبع الفن والنحط بكل الشرق الأوسط بابتكاراته وبتكسيره للتقاليد كان عندنا هالفكرة الأوماج تنعمل بصالة ببيروت حتى الناس ترجع تكتشفه بإطار مختلف عن الإطار يلي بتعرفه فيه بيراشانا وحتى كمان نقربه لجمهوره العريض وبالنتيجة العمل ما بيعيش مثل ملازم إلا بس يتطلعوا ويكتشفوا الناس المشاهدين العمل محطوط بمكان بعيد ومخبة وهاك شو لمين بيكون؟ يعني هيك عمل فني عمل لينعرض ولما بدوا ينعرض هو النظر اللي رح يعيشه طبعا أنا شار وين تحديداً وأي متى؟ هالمعرض رح يكون بالبيروت إكزيبيشن سنتر على مدخل بيال بيبلش ب16 شهر يعني نهار التالتة 16 سبتمبر وبيخلش ب26 أكتوبر شهر وعشر تيام من أية ساعة لأية ساعة بيكون مفتوح للناس؟ الافتتاح رح يكون من الستة لالتمانية يعني نهار التالتة ب16 وبعدين كل نهار لساعة سبع عشر لما منقول أماج لميشيل باسبوس يعني فيه طبعا المنحوطات اللي ذكرت اللي هي كانت معروضة رح نحكي بالتفاصيل عن المنحوطات ولكن رح نضطر نتوقف للحظات ونرشع أنا شار باسبوس مكملين بحديثنا عن ميشيل باسبوس أكزابيشن اللي رح بتصير التالتة الجاية ب16 الشهر وكننا عم نحكي أنه فيه منحوطات طبعا نقلتوها فقط وهي كانت معروضة بيراشانة ولكن فيه منحوطات أيضا ما كانت معروضة كنتم خبئين علينا مش نحنا يلي اقتنوها من زمان ومن خمسين سنة ومن سبتين سنة لا أهميته أنه عملنا على الأعمال يلي نباعت بالأربعينات وبالخمسينات وبالستينات ويلي تقريبا بعض الأحيان ما عاد عنا أثر إلا صورة منها شفنا وين صارت ولحقناها لنعرف مين اقتناها ورجعنا طلبنا أنه نستعيرها مشين هالمعرض لأنه كان عندها أهمية معينة بتمسي الحقبة معينة مهمة من أعمال ميشيل فكمان الناس رح ترجع تكتشفها لأنه هاي أعمال كانت موجودة عند أصحابها إلى عشرات السنين وأصحابها يعني شو هاللفت اللطيف من إبالهم أنه يعيروكم هالمنحوطات لحتى يرجعون ناسي في صحوة صحيح أكيد في شكر كبير لألون ولكن المال تاني حتى هني بيفتخروا أنه وقت اللي بتعرضي عمل تقولي أنا اقتنات أنا كنت أحد مكتشفي ميشيل بسبوس أو أحد محبي ميشيل بسبوس وقبل ما يعرفوا الناس قبل ما يصير عنده هالشهرة الكبيرة وأنا عندي هالقطعة وعم بأعرضها كمان فخر لألون فالتنين فيه إفادة مشتركة صراحة من هالإعارة هايدي بذكر قطعة كتير كتير مهمة رح تشوفوها خشبية علوة مترين موجودة بوزارة السقافة كانت بحطوطها بدبويات وزارة السقافة من سنة الخمسة وخمسين وخشبة بعدها مش مدقورة يعني بعدها مثل مننا على كمان كأنه على أن عملي خدناها عملنا لها شوية هيك إعادة رونق وراح نعرضها وفي عدة أمثال واحدة تانية من مصرف لبنان كمانة رائعة هايدي من التمانينات أول التمانينات قطعة رائعة قطناها قطنتها وزارة التربية وانحطت بمصرف لبنان كمانة رح تكون معروضة وراح يكون اكتشاف للجمهور نعم أنا شعر بشو تميز أسلوب أو بشو تميز منحوتات ميشار باصبوس يعني شو كانت مواضيعه أو شو كانت حتى المواد اللي كان يشتغل فيه ميزة ميشيل أولاً أنه كان النحات الأول في هالمنطقة كلها نعم قبل ميشيل ما كان فيه شيء اسمه ناحة حديث ما كان فيه شيء اسمه ناحة أبستري ما كان فيه موديرنيس هو اللي أدخل هالحالة العالمية اللي كانت مبلشي بأوروبا وبأميركا عم نحكي بالخمسينات إلى المنطقة وعم نحكي بوقت كان شيء عائد من البوزار من باريس وبلش شيء هلأ منقول أوكي أبستري مفهوم بس وقت بتعنيه بالخمسينات هالأشكال هاي كان يقوله هدا مجنون شو ها بيعمل شو هالحجر الأربع مطار اللي عم بيعمل شكل بانه مفهوم شو هو بس مع هيدا كله فأصداره وسائته بنفسه أنه هيدا هي هيدا هي الطريق يعني هيدا الطريق هيدا العصر واكب عصره وكان بصلب الحركة السقافية الفنية طبعاً النحتية ولكن مش بس هيك ميشيل بسبوس أسس مهرجانية رشانة من الستين إلى الاربع وستين وكان بصلب الحركة السقافية عامة مسرح موسيقى شعر وتجدد هالحركة طبعاً طبعاً فمرتبط وهيدا الكتاب يلي رح يصدر مع المعرض بصلت الضوء على هالناحية هاي ادي ارتباط ميشيل بسبوس بالنهضة السقافية يلي كانت بالستينات وبالسبعينات نعم ادي مرتبط اسمه ببقية الفنانين ببقية الكتاب الشعراء وكل هالحركة والمسرحيين المسرح كان كتير عنده أهمية لقلوه وراح يكون في صور بالكتاب بتفرجي هالشي وتفرجي هالناحية هاي دي على كل المعروف يعني انه حقبة نحت او حقبة رسم او اي حقبة فنية هي مرتبطة بالنوع الفن الاخر يعني كل انواع الفن هي مترابطة مع بعض بحقبة من حقبة التاريخ ولكن هون المميز بميشيل بسبوس انه هو اللي عمل يعني هو اللي كان بيبادئ الأمر هو اللي عم بيغير او عم يعمل نهضة صحيح كان بيصلب هالنهضة كان محرك موتور ما عم بقول ما كان في حدا غيره ببقية المجاليات كان في كتير غيره كان في جروب كتير مهم بالمسرح مثلا أنتوان ملتاقى يلي كانوا كلهم أصدقاء وقادوا نيس الشاعر ما رح اقعد سمي حسن ما انسى سامي بس كل هالكبار يلي هني بيصلب نهضة لبنان الثقافية كان هو جزء أساسي منهم والجزء الأهم بالنحت ساعديني عن المواد وعن المواضيع الأهمية التانية اللي بيكتسبها ميشيل هو تنوع أسلوبه والأبحاث اللي عملها بمجال النحت يعني وقت اللي بلش عمل اعتبري بالستينات سري تماثيل وأخذت شهرة وحب لدى الجمهور وكذا وبلش بين هلالين يبيع كتير وينعرف وينشهار ما وقع أسير هالنجاح هيدا بس حس حاله انه عمل اللي بدوا يعملوا بها المرحلة كان يبرم ظهروا لإله ويروح يبحث عن طريقة جديدة حتى يعبر يروح يبحث بمواد تانية بطريقة تانية بأشكال تانية مختلفة ضل تشبهه ولكن متجددة غير بأسلوبه ما خاف وهيدا رح نكتشفه كمانا بالمعارض ادي يشتغل المواد يعني عم نحكي حجر خشب برونز ألومنيوم منحاس ما في مادة واعد تحت ايده إلا ما اشتغل رادياتور السيارة اشتغل رح نشوف سريه من رادياتورات السيارة كيفوت عاملهم من حتات جدرانية اشي بنص السبعينات وكأنه ما كان فيه واقف وكأنه ما كان فيه واقف وكأنه ما كان يشبع من الخلق نعم كان كان يشتغل كتير أنا بذكره ميشيل توفى سنت الوحدة وثمينة الوارد توفى سنت الوحدة وثمينة أنا بصبيه ميشيل لأنه مانه ملكي هو ملك كل العالم أنت بتشوفه ميشيل فناني يمكن أكتر ما بتشوفه ميشيل الأب صحيح أنا عرفته ميشيل فناني أكتر ما عرفته ميشيل الأب لأنه توفى سنت الوحدة وثمينين كان عامري 11 سنة فعرفته أكتر من خلال أعماله من خلال الناس شو عم تحكي عنه عرفته أكتر لأني عشت بمحترفه خلقت كان ديجا قبلي موجودة رشانة إذا بقلنا وقت على كل إن رح نحكي عنك شوي قد تأثرت فيه كنت عم تخبرني إنه اشتغل بكل شي بجميع المواد وغير أيضا بأسلوب نحته المواضيع هل كانت زيتا؟ هل كان فيهك مواضيع معينة عزيزة على قلبه أنا شاغر؟ كان فيه مواضيع كان فيه أشكال بتتردد مثلا المواضيع اللي اشتغل عليها عم بحكي بالستينيات فلنعترف خمسينيات وستينيات خمسينيات اشتغل كثير على الكوبل على القبل الرجل والمرأة عنا سرييات كبيرة بالحجر أو بن خشب مشهول رجل أو كل مرة بعلاقة مختلفة بين بعضهم انتقلنا بننتقل على الستينيات اشتغل على الليجند الأساطير الأساطير اشتغل على أدونيس أسطورة أدونيس هو الخنزير البري وقت اللي أتلو اشتغل على باخوس باكوس إله الخمر إله الخمر اشتغل على أورفي عازفة اللوت كان عنده هالعلاقة مع الماضي مع الأساطير الماضي يلي يرجع هو يخلق على طريقته وعلى طريقة تشبه العصر حتى يرجع يخلق هادي عم نحكي الستينيات هلأ فيه شغلي ما بتزيح عنده بأعماله هي النصب العمودية دايما عندنا هالمسلل طالعة عم تطلع لفوق دايما منلاحظة تقريبا بكل المراحل هالفرتيكاليتي هايدي يلي هي بالسينوغرافيا راح افشي سر صغير هلا لأنه طبعا نكسر كتير السوربريز للجمهور سوف يكون السوربريزتين بقلب المعرض الكتاب والسينوغرافيا المعمولين السينوغرافيا اللي عاملنا بها المعرض هي مأسسة إذا بدك منطلقة من هالفرتيكاليتي هايدي بعمله وهالفرتيكاليتي هالخط الطالع تلوع شو علاقته بعمل ميشال شو علاقته بخطوط ميشال أوقات المنحنية أوقات بالعكس يلي أفقية يعني دايما وقت تلي بتحطي شكل مثلا متعرج أو منحني وبتحطيه دايما خط جالس أفقي بيبرز وكأنه حتى يتي له كادر بتبرزيله بعض النواحي يلي عادة ما بتشوفيه إذا ما فيه الخط الأفقي في كتير لعبين هاي اللعبة جربنا نشبه ميشال قد ما فينا بها السينوغرافيا بروحيته بندون بطريقة نساعد العمل حتى يبرز أكتر ومش نطغي عليه مش نكبسه مش ندايقه مش نفطسه فكانت تحدي صراحة وبيير حاج بطرس هو المهندس يلي يلي اشتغل أساسا على هالسينوغرافيا اشتغلنا مع صالح بركات الكوريتر كمان يعني كان فيه أكيب كان فيه بسام قهواجي على ديزاين طبع الكتاب وطبعا ما رح ننسى جريجوري بوشاك جيان اللي كتب النص اللي عامل الرشاش كتير كتير حلوة وكتير جديدة بالكتاب يعني فيه نص واضطرق على زاوية من حياته وأخذنا حياته الفنية كمان بطريقة جديدة يعني هوني كأنه فيه عارض متكامل عن ميشيل باسووس هو مش معرض فقط منقدر نشوف فيه منحوتات إنما فيه إش هيك عايشة من ميشيل باسووس رسومات كتير لأنه ميشيل رسم صوصة بالأسود والأبيض فحم وحبر صيني وهي دول صحيح كانوا برشارة بس ما حدا نشايفون كمان ورح نشايفون لأول مرة يعطيكم ألف ألف عافية وتحية كبيرة لروح ميشيل باسووس لكن بيقدروا ينزلوا على المعرض ابتداء من 16 أيلول لغية 26 تشرين الأول أهلا وسهلا فيك أنا شار باسووس مجاهدينا رح ناخد وقفة السيرة ونتابع مجال 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 ترجمة نانسي قنقر الهوغير مجال كنت ثم و seldom ترجمة نانسي قنقر